لم يتوقف التهجير القسري في العراق على الرغم من كل ما تشيعه الحكومة وأدواتها الإعلامية من استتباب الأمن فالواقع على الأرض يثبت عكس ذلك لأسيما في المحافظات المنكوبة التي تشهد عمليات تهجير ممنهجة ومستمرة الحلقة الجديدة في مسلسل التهجير القسري كانت في محافظة صلاح الدين وتحديدا ناحية مكحول حيث أجبرت القوات الحكومية مئات العوائل على النزوح من خمس قرى والذريعة هذه المرة وجود فراغات أمنية تحول دون حماية سكان تلك القرى أثناء العمليات العسكرية هيئة علماء المسلمين في العراق حملت حكومة الكاظم وأحزاب السلطة وميليشياتها المسؤولية الكاملة عن حملة التهجير في مكحول مؤكدة أن استمرار هذا النهج يثبت فشل القوات الحكومية في ضبط الأمن كما يؤكد أن نظام الحكم الطائفي يستخدم القوات الحكومية والميليشيات لتهجير العراقيين ضمن مخطط التغيير الديمغرافي بدوره أكد المثاق الوطني العراقي أن عدد العائلات المهجرة بلغ أكثر من أربعمائة عائلة مشيرا إلى أن ما تذرعت به الحكومة من وجود فراغات أمنية ذريعة كاذبة لا تنطلع على عاقل لأن التهجير يجري بدوافع طائفية خصوصا وأن المهجرين كلهم من العرب السنة ويقول مراقبون أن الفراغات الأمنية التي تتحجج بها القوات الحكومية لتهجير سكان هذه المنطقة سيفتح الباب أمام عمليات تهجير لا تنقطع لأسيما وأن العراق لم يشهد أي استقرار أمني منذ 2003 تخلي القوات الأمنية عن واجبها في حماية المدن وسكانها ومعالجة ذلك بتهجير النساء والأطفال وكبار السن وتشريدهم مثل ما يجري اليوم في مكحول يعيد ما فعلته ميليشيات الحجد في السابق في قرى نهر الإمام بمحافظة ديالة وقبلها في جرف الصخر وعزيز بلد والفرحاتية وحزان بغداد وغيرها من المناطق ما يؤكد أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي أصبحت منهجية حكومية وإن اختلفت الذرائع التي ترفع في كل مرة